خلونا نروح بسرعة لزاي الدولة بتستمر في مسألة مد مظلة الحماية الاجتماعية يمكن حتى في أول حلقة وأنا بتكلم معك كده على مسألة المساكن بتاعت أو الشؤة بتاعت محدودي الداخل أو الإسكال الاجتماعي والمتوسط وما إلى ذلك بولك ده بتعامل حتى في السحل الشمالي فما تظنش أبدا أن الدولة عندها استعداد تتخلى عن شرائح مجتمعية أولى بالرعاية فهتلاقيها أنها طول الوقت بتشتغل على توفير شبكة أمان اجتماعي لهذه الشرائح المجتمعية وإحنا بنتكلم هنا على توجيهات شديدة الوضوح وبإصرار وبتكرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإطار ده الدولة أطلقت مجموعة مبادرات من بينها زي ما حضراتكم عارفين تكافل وكرامة وحياة كريمة وبر أمان وما إلى ذلك السؤال هو لو أنت بتسأل نفسك هو الهدف إيه تحسين معيشة هذه الفئات خد بالك أن مصر عمليا ما كانش عندها أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية بهذا المنظور وبهذه المنظومات من أيام كم حاجة اسمها كم معاش السادات يعني إحنا بنتكلم تقريبا من حوالي خمسة واربعين ستة واربعين سنة دي آخر حاجة عملت آخر حاجة فلما تلاقي أنه يتعامل توظيف تلاتين ألف من عمالة غير منتظمة بتكلفة تقدر بخمسمائة وسبعين مليون جنيه أنت هنا فهم تكلفة فرصة العمل قد إيه؟ طيب وتخصيص 700 مليار لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنت متصور برضو الدولة بتجري وراء المواطن إلى أي مدى؟ ده بالمعنى الحرفي بتجري وراء المواطن علشان خاطر تحقق له ما لم يستطع تحقيقه يكاد يكون في عمره بالكامل من أنه يبقى عايش في بيت ده أولا اتنين كريم بيت كريم آمن وصحي ورحب بيت يبقى فيه كل ما يريده مش بس على المستوى الضروري يعني قولي أنهي دولة بتهتم أنها لما تيجي توفر بيوت لطبقات محدودة تدخل فتدخل لهم انترنت فائق السرعة أنا بس قبل ما حد يقعد يلعب لك في دماغك خلينا نسأل الناس اللي عاشت في الولايات المتحدة الأمريكية أو درست فيها على سبيل المثال أو اشتغلت فيها شوية كذا الحال اللي عاشوا في إنجلترا أو 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 ويقولولي على ما يطلق عليه المشروعات في حاجة كده اسمها المشروعات يعني إيه بروجيكتس لو أنت يعني وحش لحوش عايزك تعدي فيها الساعة ستة مسائل فقر الفقر عملتها هناك الدولة لمجرد والله ما بهذر أنا بكلم بجد لمجرد التخلص من الناس فيحطوهم على أطراف المدن في شوية مساكن تدايق يعني تنكد عليك عمرك حتى بمنظرها شكلها وحش معدلات الجريمة اللي فيها تخض كم الإهمال من قبل الدولة ممثلة في المقاطعات والولايات والإدارات المحلية أحدثه على حرج فتيجي دولة ما هياش مصر وما هياش إنجلترا وما هياش ألمانيا وما هياش فرنسا وما هياش إيطاليا وما هياش أسبانيا وما هياش وما هياش وما هياش تقرر إنها تعمل مشروع يغير من حياة تمانية وخمسين مليون مواطن يعني تقريبا ستين في المائة من مصر أكتر شوية كمان تغير حياتهم بالكلية البيت والمدرسة والرعاية الصحية والخدمات اليومية والمقدمة وخلق فرص العمل هو حياة كريمة مش إنه الدولة بتبني بيوت لا هو أكبر من كده بكتير هو البيت بالمعنى الكامل البيت أو البلد أو القرية أو النجع أو الكفر اللي إنت مش هتبقى محتاج تطلع براعة لشان تكون لقمة عيش أو تودي العالي المدرسة وإنه يبقى فيه جامعات بيتم افتتاحها كل سنة علشان خاطر تغطي عموم الجمهورية بتعليم حلو يفرح وبالمناسبة هو الجامعات دي بتقدم طول الوقت منح للمتفوقين المتفوق اللي بجده ياخد منح منح بقى بنسب متدرجة عشان بس بوضو محدش يقعد لعبلك في دماغك لما الدولة تشتغل على تمويل 360 ألف مشروع لأسر على قد حالها بتكلفة قد ايه؟ 2.8 مليار جنيه طيب لما الدولة تقرر رفع عدد المستفدين من برنامج تكافل وكرامة لعشرين مليون مواطن يحصلون على هذا المعاش لما الدولة تقدم خدمات لـ 41 ألف أم من خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال ده تسميه ايه؟ لما الدولة تقرر انها تقدم 500 مليون جنيه نص مليار لدعم الطلاب تسميه ايه؟ لما الدولة تخصص تقريبا 230 مليون جنيه لتوفير 230 مليون ربع مليار لتوفير وصلات الغاز الطبيعي لأكتر من 112 ألف أسرة لما يتم تجهيز 22500 وحدة سكنية لسكنة 22500 وحدة سكنية لسكنة المناطق غير المخططة مش المناطق الخطرة ما الخطرة دي حدوتة تانية زي الدويقة والحاجات بتاعة الزماية كل ده تغير أنا مش عارف وحضراتكم روحتوا شفتوا بشاير الخير واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة اللي في اسكندرية دول خمسة بشاير الخير إنها ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة هم خمسة بشاير الخير بالمناسبة